اشتركوا في القناة التجريبي واللغات النهاردة هنحل مع بعض المهام الأدائية للغة الإنجليزية الترم الأول وهنعرف يعني ايه مهام أدائية والموضوع سهل جدا وزي ما احنا متعودين يكون معنا قلم وورق نكتب فيهم ونذاكر منهم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة المهام الأدائية ده امتحان هنمتحنوا أولادنا زمن الامتحان ده هو حصتين في أثناء اليوم الدراسي والامتحان ده بيقيس مستوى فهم الطالب واستيعابه للمادة وبيقيس نواتج التعلم كمان فيه خمس نمازج الوزارة منزلاهم على بنك المعرفة خاص بكل مادة طبعا ده بالنسبة للترم الأول والترم التاني هينزل خمس نمازج تانين ان شاء الله ونحل النمازج ده مع بعضه فبالتالي الامتحان مش هيخرج منها المدرس بتاعنا في المدرسة او التيتشر بتاعنا هيحمل النمازج ده وهيدينا نموذج منهم نحله مع بعض في الكلاس روم فبالتالي هتلاقي الامتحان مش خارج عن النموذج من النمازج دي هنمتحن النمازج الأدائية دي مرة في الترم الأول ومرة في الترم التاني فالموضوع سهل جدا ان شاء الله مش عايزين نقلأ خالص اول حاجة المعايير بتاع الامتحان ده هو زي ما قولنا بيستغرق حصتين دراسيتين متتاليتين المعلم بيشرف على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة بتاعته وطبعا المعلمين بيقوموا بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم زي ما قولنا بنمتحنها مرة واحدة في الترم الأول وفي الترم التاني برضو مرة واحدة وبيتم توزيع درجات المهام كالقاتي المهم الموضوع بتاع المهام ده المهم فيه ان هي عليها 35 درجة من 100 درجة خاصة بالطالب فهي مهمة جدا وبسيطة جدا في نفس الوقت بمجرد انت بتستلم الورقة بتاعة الامتحان في الكلاسروم بتكتب اسمك بتاخد 5 درجات اول ما بتستلم الورقة بتاعة الامتحان وبتكتب اسمك كده بتاخد 5 درجات التنظيم بتاعة الورقة وان انت تعملها وان انت تعمل تنظيم في الاجابة بتاعتك بتاخد عليهم 5 درجات تانيين فدول 10 درجات هيكونوا في جيبك بعد كده التصحيح بيبقى عليه 25 درجة زي ما قلنا الامتحان هيكون عليه 35 درجة ودي القواعد المحددة بتاعة المهام الأدائية حتى الآن وطبعا هي عبارة عن نشاط عملي بيقوم بيه الطلاب وتكون داخل الكلاسروم أو الفصل وهي عبارة عن حصتين الأولى لشرح المعلم والتانية بيقوم الطلاب بتنفيذ ما طلب منهم في الحصة الأولى من المعلم بتاعهم والمهام دي بتبقى عبارة عن رسمة أو مخطط أو كتابة وبيكون لكل مادة خمس مهام المعلم بيقوم بتحميل هذه المهام لمادته من بنك المعرفة وبعدين بيعرضها على الطلاب وبيديهم واحدة من المهام دي علشان يحلوها زي ما قلنا خمس درجات لان انت تستلم الورقة بس وتكتب اسمك وخمس درجات على التخطيط وخمسة وعشرين درجة لتنفيذ المهمة بإجمالي خمسة وتلاتين درجة في النهاية يلا نبدأ مع بعض ونحل المهام الأدائية بتاعة اللغة الإنجليزية الصف الرابع لابتدائي الترم الأول خليكم معي احنا معنا خمس نمازج للمهام الأدائية بتاعة الترم الأول طبعا هنا اللموذج الأول بيقول لنا هنا English Language Performance Tasks أو المهام الأدائية للغة الإنجليزية هنا بنكتب اسم الـ School وهنا الـ Name وهنا الـ Class وهنا الـ Late أو تاريخ الامتحان المهمة دي اسمها Shopping List Shopping List أو قائمة التسوق فبيقول لك هنا Your mom want to buy things ممتك عايزة تشتري بعض الأشياء From the supermarket من السوبر ماركت Help your mom ساعد ممتك Prepare a shopping list Prepare a shopping list إن هي تعد قائمة التسوق بتاعتها Write about أو تكتب عنه The money you have الفلوس اللي معاك The things your mom want to buy الحاجات اللي الممتك عايزة تشتريها The prices of some items The prices of some items الأسعار بتاعت بعض الحاجات اللي هي هتشتريها وبيقول لك في الآخر Draw your shopping list إرسم قائمة التسوق بتاعتك And draw some items you want to buy وإرسم بعض الحاجات انت عايز تشتريها موضوع سهل جدا زي ما قولنا أول حاجة هنا مدينا الشارت دي أو الجدول ده نكتب هنا الحاجات بتاعت shopping list بتاعتنا ونرسم هنا الأيتم زي ما هو قلنا فالإجابة مثلا هتكون Mom gave me 50 pounds أمي إدتني 50 جنيه She wants me to buy 4 eggs طلبت ميني إن أنا أشتري أربع بيضات A box of salt علبة ملح A kilo of sugar كيلو سكر And a jar of jam وبرتمان مربة The egg is 1 pound البيض الواحدة بجنيه Each The box of salt is 3 pounds Taman الملح 3 جنيه The sugar is 12 pounds A kilo السكر ب12 جنيه الكيلو The jar of jam is 20 pounds وبرتمان المربة ب20 جنيه Mom was happy when I bought the shoppings أمي كانت سعيدة لما أنا اشتريت الحاجات اللي هي طلبتها مني وأنا طبعا هنرسم في الناحية التانية The shopping list for eggs A box of salt Kilo of sugar A jar of jam ورسمنا برتمان المربة وأربع بيضات وكده جاوبنا على المهمة دي المهمة التانية A birthday party A birthday party أو حفلة عيد الميلاد Your grandpa's birthday حفلة عيد ميلاد جدك Was last week كان الأسبوع اللي فات You and your family prepared a birthday party انت حضرتوا انت وأسرتك حفلة عيد ميلاد Write about اكتبعا What you prepared for a birthday party انت حضرتوا إلى عيد الميلاد What you did in the birthday party انت عملتوا ايه في عيد الميلاد How you felt in the party How you felt in the party انت شعرت بايه في عيد الميلاد فهنا بيقولك Draw a picture ارسم صورة Of you and your family لي كل أسرتك At the birthday party في حفلة عيد الميلاد هنا هنكتب عن الbirthday party اللي احنا عملناها للجراند باب بتاعنا للجراند باب بتاعنا وهنرسم هنا الصورة الخاصة بالbirthday party فممكن تكون الإجابة كالاتي My grandpa's birthday party was last week We prepared a big birthday party احنا عملنا حفلة عيد ميلاد كبيرة We had a big cake احنا كان عندنا كيكة كبيرة Many balloons بلونات كتيرة And we invited many friends وحنا دعينا أصدقاء كتير We sang and played a lot احنا غنينا ولعبنا كتير We ate the cake احنا كلنا الكيك We were happy We were happy احنا كنا سعداء انت هنا شعرت بالسعادة فهو عشان سألك انت حسيت بايه وهنا نرسم طبعا صورة لينا والأسرتنا والجراند باب بتاعنا واحنا بنحتفل بالbirthday party بتاعه النموذج التالت اسمه A family album A family album أو ألبوم صور الأسرة فبيقولك هنا You want to make a family album of you and your family members انت عايز تعمل ألبوم صور لكل أسرتك Write about اكتبعا The people in your family الناس الموجودة في أسرتك الناس الموجودة في أسرتك Grandpa Grandma Father Mother Sister Brother Uncle Cousins يعني كل الناس الممكن يكونوا موجودين في الفاملي بتاعك The family members Draw your family tree ارسم شجرة العيلة بتاعك With you in the middle With you in the middle وانت تكون موجود في النص في المنتصف فهنا هنكتب وهنا هنرسم نكتب ونقول I have a big family أنا عندي أسرة كبيرة My grandpa is seventy years old جدي عنده سبعين سنة My grandma is sixty years old جديتي عندها ستين سنة I love my parents أنا بحب والدي أبوي وأمي I have one brother and two sisters وعندي أخ واحد وأختين I have uncle and aunt عندي عم وعمة أو خال وخالة And two cousins واثنين من أبناء العم I love my family أنا بحب أسرتي ونرسم من ناحية تانية family tree زي ما احنا ما شايفين قدامنا كده ونحط في نفسينا موجودين في النص وطبعا الجد والجدة هيكونوا فوق وMy father وMy mother هيكونوا موجودين معايا أنا وأخواتي بعد كده في النص وبعد كده ولادة عمي وولدة عمتي موجودين في الآخر تحت خالص وبكده رسمنا family tree بتاعتنا وحلينا المهمة دي كمان أنا سايب لكم النمازج الخامسة بالإجابات بتاعتهم وهسيب لكم الرابط بتاعهم في.. على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك والمجموعة كمان وأتمنى أن أنتوا تحملوهم بعد ما تفرجوا على الشرح علشان خاطر تقدروا تحلوهم لوحدكم سايب لكم النموذج بتاع سايب لكم الخمس نمازج بتاع المتحان وسايب لكم الخمس نمازج الإجابة الخاصة ب க وفي الختام أتمنى أن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته